سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية غيريزان خلال 24 ساعة الأخيرة حدثي مرور ممتين أصفر عن السبع جرحة وحالتي وفات الحادث الأول سجل يوم أمس وعلى الساعة الثالثة مساء على مستوى الطريق الولاية رقم 13 منطقة فيدنسا بلدية بلحسل والذي أصفر عن ربع مصابين وحالة وفات امرأة تبلغ من العمر 48 سنة كما تم تسجيل صباحة اليوم تدخل الوحدة التانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة وعلى الساعة الثالثة صباحا لأجل حادث مرور آخر تمثل في استضام شاحنة بسيارة وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 4 منطقة المهيدية بلدية الحمادنة أصفر هذا الحادث عن ثلاث مصابين وحالة وفات شخص يبلغ من العمر 59 سنة حيث تم إجلاء المصابين نحو لإيادة متعددة الخدمات للحمادنة اشتركوا في القناة